السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم أحمد عبدالهادي من قناة مصر تأخرنا على حضراتكم في البث المباشر بسبب طبعا زيارة طريقة لمدينة الأسكندرية كنا بنصور فيها عدة حلقات مهمة للغاية لصفحة من حقك تعرف الرابط بتاع الصفحة موجود في الرابط في صندوق الوصف لأن احنا طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان احنا بنقدم وجبات ثقافية وسياسية ومعارفية بشكل مكسف قوي على الصفحة دي كان المفترض جادلا ان ماكنش فيه بس مباشر النهاردة لكن طبعا بسبب تطورات الأوضاع كان لابد من هذا البس المباشر خاصة ان التطورات على مصارات عديدة ومهمة قوي ان احنا نحط النقاط على الحروف فيها اول الملفات دي ملف الصين والولايات المتحدة الأمريكية منذ ساعات قليلة كل وسائل الاعلام الدولية بلا استثناء كل السوشيال ميديا كل المنصات بتاعة الاعلام كل الفضائيات بلا استثناء قالت ان الولايات المتحدة الأمريكية حققت ضربة غير عادية في مواجهة دولة الصين خاصة بعد ما نفذت الولايات المتحدة الأمريكية التهديدات بتاعتها ونجحت في ان تخلي نانسي بلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي تزور تايوان غصبا عن الصين الكل تقريبا متفق على ذلك متفق على إن تم توجيه صفعة كبيرة للغاية ضد الصين إلا إحنا إلا قناة مصر قلنا في حلقة موزو ساعات قليلة بالحرف الواحد بالعكس دولة الصين حققت انتصارات غير عادية وبل بالعكس حققت نجاح كاسح وانتصار كاسح في فرض سيطرتها وأمنها وإدارتها على جزيرة تايوان على المصاري العسكري والاستراتيجي بشكل غير مسبوق بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية في صفقة عقدت من تحت الشكل المباشر العام أمريكا انتصرت فرضت سيادتها قالت للعالم إن هي لازالت السيد الآمر المطاع بينما الحقيقة يا سادة على مستوى الاستراتيجية وعلى المستوى السياسي الحقيقي وعلى المستوى المكاسب الحقيقية دولة الصين هي التي حققت مكاسب أفضل من أمريكا تخيلوا طبعا الكلام ده إحنا قلناه بالأمس بينما الناس هجمتنا وقالوا لا 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 ده أنت التحليل بتاعك المراضي أساسا فشوش وفشنك إنت كده سبت إنك إنت منتش فاهم حاجة لا حضراتكم إحنا اللي دايما بنسبة كل وسائل الإعلام الدولية في تحليل الأحداث بشكل منطقي وعقلاني تماما وتسعة وتسعين وتسعة من عشر في المية من وسائل الإعلام الدولية بما فيها الفضائيات وكبريات الصحف الكبرى إحنا سبقناهم وأكدنا إن دولة الصين هي التي انتصرت وليس الولايات المتحدة الأمريكية وليس أدل على ذلك من أن بعدنا بحوالي 24 ساعة فجئنا في صحيفة الواشنطن بوسط الأمريكية النهاردة شنين حملة هجومية الشريسة ضد نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي وضد جو بايدن لأنه هو سمح بهذه الزيارة إلى درجة أنهم قالوا لابد أن جو بايدن يتحرك بشكل سريع ويتصدى لتصرفات نانسي بيلوسي الرعناء لأن دولة الصين حققت مكاسب وانتصارات على الولايات المتحدة الأمريكية في موقع تايوان الكلام ده إحنا قلناه قبل العالم كله ما يقوله على الرغم من أن نلنا من الهجوم كثير الناس بتنظر لمكاسب السياسة والجانب العسكري بالشكل المباشر من غير ما تشوف إيه اللي بيحصل في الغرف المغلقة أو الصفقات التي تمت أو المكاسب غير المباشرة لو دققتوا النظر بخصوص أزمة روسيا وأوكرانيا حضراتكم هتكتشفوا أن إيه ده؟ زي ما كانت الناس بتقول في البداية حلف جمال الأطلاصي شد روسيا حطها في مستنقع أوكرانيا وكده خلاص روسيا انتهت إلا درجة الولايات المتحدة الأمريكية قالت بصوا هي بسألت وقت روسيا كده خلاص انتهت وقعت الروبل الروسي خرج من التاريخ كله لا 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 بصوا هي ديتها أسبوع ما تقلق كده خلاص يا عم الحم انتهت قلنا لا كلام ده مش مظبوط والتحليلات المنطقية الاستراتيجية بتؤكد انتصارات غير عادية حققها فلادمر بوتن في مواجهة التلاتين دولة الناس ما صدقتناش لحظتها بعدها بأسابيعا بعد ما بدأت وسائل الإعلام الدولية تكشف السطار عن الفريق الذي انتصر بدأوا آه والله انت عندكم حق في موقع التايوان الصين انتصرت ما تيجي نشوف الأول بقى بشكل سريع للغاية ردود الأفعال الدولية ثم نرجع مع حضراتكم نمزمز في التفاصيل لأن التفاصيل بتفلوا عشرة يعني ايه متفلوا عشرة هو كده انا ما بزودش اكتر من عشرة زي ما بيقول المسأل الشعب المصري لما حد يكون متمزج اوي ومبسوط اوي يقولك لا ده كده متفلوا عشرة ليه ما يكونش اربعتاشر ليه ما يكونش عشرين ما خبرش انا والله هو المسأل المصري كده تعالوا حضراتكم نانسي بلوسي تصدر بيانا بعد زيارة تايوان وتوجه رسالة للصين نانسي بلوسي الصين لا تستطيع منع قادة العالم من زيارة تايوان شفت التصرحات حد جدا اصبروا بس حضراتكم ما تستعقلوش في التحليل لان هذا حق يرد به باطل بلوسي لا يمكن للصين منع قادة العالم من زيارة جزيرة تايوان الواشنطن بسطن امريكية زيارة بلوسي لتايوان وضعت جو بايدن في موقف حرق الصين تتوعد بالرد باعمال عسكرية على زيارة بلوسي الى تايوان الصين تفرض عقوبات تجارية على تايوان تعالوا بقى حضراتكم نشوف ماذا وراء هذه التصريحات دققوا النظر حضراتكم وشوفوا البيان الرسمي الذي اصدرته نانسي بلوسي النهاردة تعقيبا على هذه الزيارة استاذ رمضان السلام عليكم السنة عمرت خطوة الى الوراء من المفروض انه ما تتعمل شي استاذ احمد لك التحامل الشعب السوداني انت دايما تحليلك منطقه السلام ووفق دائما بإذن الله بنحبك او ربنا يخليك استاذ بلال واحنا بنحب الشعب السوداني بشكل غير عادي وتحياتنا لحضراتكم تتعامل الصين مع تايوان كتعامل زوج رأى زوج تدخونه مع رجل فالزوج يعاقب زوجت لانها هي من خانته وليس الرجل ده مش كده وبس تعالوا سمعوا حضراتكم بس التصريحات والبيان الرسمي الذي صدر عن نانسي بلوسي ودققوا النظر حضراتكم في صيغة البيان لان صيغة البيان داعم بشكل قوي للغاية لسيطرة وهيمان الدولة الصين على تايوان حضراتكم دلوقتي وجه الخلاف ما بين دولة الصين وما بين اي دولة في العالم تحاول ارسال اي من موفديها او مبعوثيها لجزيرة تايوان انهما بيتعاملوا مع تايوان كما لو كانت دولة مستقلة بذاتها الصين بترفض ذلك وبناء عليه وجه الخلاف تخيلوا حضراتكم لما نانسي بلوسي بالامس اطلقت حزم التصريحات فور وصرها لمطار تايي اللي هو العاصمة بتاع تايوان وقالت بالحرف الواحد ان الصين لها هيمنة على تايوان وان احنا ملتزمين بكل القوانين والاتفاقيات التي تم ابرمها ما بين امريكا وما بين الصين بهذا الخصوص وما بين امريكا وما بين تايوان اتفاقيات اعتراف بالسيادة الصينية على تايوان الحاجة التانية لم يكن هناك مبرر لدولة الصين لفرض السيطرة العسكرية حوالين تايوان زيارة نانسي بيلوسي اعطت للصين الضوء الاخضر لاخضاع المنطقة اللي حوالين تايوان واخضاع تايوان للقوة العسكرية انت عاوز احسن من كده ساعدتك طيب مش عاوزين نستعجل التحليلات وتعالوا حضراتكم شوفهم التصرحات بتاعة نانسي بيلوسي بتقول ايه وجه الخلاف ان نانسي بيلوسي راح للدولة دولة مستقلة عن دولة الصين شوفوا بقى التصرحات بتقول ايه الصين لا يمكنها منع قادة العالم من الصفر لتايوان طيب مش وماذا بعد للأسف تم منع تايوان من المشاركة في الاجتماعات العالمية واخرها اجتماع منظمة الصحة العالمية بسبب اعتراضات الحزب الشيوع الصيني في حين انه يمكنهم منع تايوان من ارسال قادتها للمنتديات العالمية الا انه لا يمكنهم منع قادة العالم او اي شخص للصفر لتايوان ما تسافر ده مش وجه الخلاف بين الصين وبين اي من قيادات العالم انما اي حضرتك انك تتعامل من منطلق ان دي الدولة مستقلة لا دي مش دولة مستقلة دي دولة تبعة للصين لها خصوصية دلوقتي نانسي بلوسي بتقول الصين ما تقدرش ان هي تمنع اي من قادة العالم للصفر لتايوان من اجل من اجل ايه سعادتك توطيد العلاقات وعقد الاتفاقيات ما بين امريكا وما بين تايوان مش من حق انما نانسي بلوسي بتقول ايه استر ما تقدرش تمنع اي حد ان هو يزور تايوان للاشادة بديمقراطيتها والتسليط الضوء على نجحتها انت ما تقدرش انها كنت تمنعني عشان اشيد بالديمقراطية بتاعت تايوان تز معنى ذلك سيادتك ما قدرتش تقرب من ان تايوان جزء من دولة الصين وبالتالي انا حر انا اقدر ازورها في اي وقت عشان اشيد بالديمقراطية بتاعتها ذلك هو بيت القصيد تم هو دل او زه دولة الصين لمؤاخزة عاوز تزور ما تزور بس انك انت تأقد اتفاقيات مع تايوان بعيدا عن الادارة الصينية كات هو ده وجه الخلاف طب انت رايح تشيد بالديمقراطية بتاعتها ما تروح تشيد ننزيب وليس في تصريحاتها اكدت هيمنة دولة الصين على تايوان ما هو ده المطلوب سعدتك كون انك انت من تشواخد بالك من التصريحات ديت وبتفسر التفسير المباشر للاحدث لا اللعبة السياسية ليست هكذا دولة الصين عوزة تكرس هيمنتها وادارتها لتايوان امريكا جت واكدت ذلك امريكا جت ودت الصين مبررات عسكرية لتطويق تايوان وفرض سيطرتها عليها الصين لو حاولت تعمل ده قبل زيارة نانسي بلوسي لم يكن هناك مبرر وبالتالي هناك اتفاقيات ما بين الصين وما بين ادارة تايوان عكس كل ذلك ومن ثم انت اعطيت المبرر للتطويق وفرض السيطرة الصينية بالاضافة الى ان نانسي بلوسي في تصريحاتها اكدت هيمنة الصين على جزيرة تايوان كنا انك انت ما انتشواخد بالك من الحاجات دي لا زاكر كويس شوفوا بقى التصريحات التانية بتقول ايه يجب ان ينظر الى زيارة وفد الكونجرس على انها تعبير قوي على ان امريكا تقف الى جانب تايوان لقد جئنا الى هنا هنا للاستماع والتعلم واظهار دعمنا لتطورات موجودة في قلب تايوان تز حلو جدا تصريحات في شينك التصريحات اساسا داعمة لدولة الصين يعني تخيل حضرتك وهو ده اللي احنا قلناه في الحلقة بتاعت الامس واجه الخلاف بيني وبينك انك انت تتعامل مع جزيرة تايوان كما لو كانت دولة مستقلة بذاتها وانا مش هسمعلك بكده لكن كون انك انت تيجي وتؤكد ادارة الصين لهذه الجزيرة وان الصين فرضى سيطرتها على هذه الجزيرة وان احنا ملتزمين باتفاقيات سابقة ابرمت في التمانينات ما بين الولايات المتحدة الامريكية وما بين الصين وما بين امريكا وما بين جزيرة تايوان وبناء علي احنا بنتعامل على هذا الاساس التصريحات كانت مباشرة الاول مرة من امريكا بعد تصريحات وقحوا قليلة الادب قبل الزيارة وبالتالي الزيارة كرست لهيمنة دولة الصين على الجزيرة ثم بتقول نحن جئنا هنا للاستماع والتعلم وإظهار دعمنا لشعب تايوان والذي بنا ديمقراطية مزدهرة فتايوان مكان خاص للغاية حليف رئيسي في السلام والامن ورائد عالمي على المستوى الاقتصادي تصريحات بتؤكد الانكسار الامريكي للارادة الصينية كون ان البعض يا جماعة ما خدش بالو من التصريحات دية وشاف او كرس ان الزيارة تم يا خابر السود انا ما عنديش منع ان الزيارة تتم شريطة ان تؤكد فرض سيطرتي هذه واحدة الحاجة التانية اوعى حسك عينك اساسا تقول تلت التلاتة كام عندما اقوم بفرض اردت العسكرية والقسطول الصيني يفرض سيطرته على المياه المحيطة بتايوان وفي ذات الوقت تحركات العسكرية لفرض الهيمنة الصينية على الجزيرة اهلا الرحب والساعة تعالى جو بايدن ييجي انت تيجي اي حد ييجي ما اهلا وسهلا ده انت بتخدمني شوفوا بقى حضراتكم اللي بيأكد الكلام ده التصريحات والتقرير المهم جدا في جريدة الواشنطن بوسطن امريكية اللي حضراتكم شفتم صورة منه تحت عنوان زيارة بلوسي لتايوان وضعت جو بايدن في موقف حرج ثم التقرير بيقول ان زيارة بلوسي ليست زكية بالمرة شفته هوا ده الكلام اللي احنا قلناه من 24 ساعة قبل اي حد على مستوى العالم يضع هذه الزيارة موضع التحليل المنطقي مضبوط استاذ حمزة بقول الصلاة غبيتة ده عالم بتلعب صح من 24 ساعة قلنا نفس الكلام اللي قالته جريدة الواشنطن بوسط النهاردة تعالوا بقى حضراتكم شوفوا التقرير زيارة بلوسي مش زكية خالص وعلى جو بايدن شخصيا الرد للحد من تداعيات هذه الخطوة الخطوة دي تواكسة للولايات المتحدة الامريكية الكلام ده مش احنا اللي قلناه الكلام ده اللي قالته جريدة الواشنطن بوسط النهاردة بعد 24 ساعة من زيارة نانسي بلوسي الكلام اللي احنا قلناه بالامس ومحدش على المستوى الدولي قاله بالمرة التقرير بيقول الزيارة اللي هي زيارة نانسي بلوسي دليل على رسالة امريكا السامية حلوة جدا لكن لكنها تدل على عدم معقولية هذه الخطوة والدليل اعلان الصين بدء تدريبات عسكرية في المياه الاقليمية وفرض الصين قدرتها العسكرية على جزيرة تايوان اكثر من زي قبل هو ده الكلام اللي احنا قلناه ساعدتك بالامس وبعض الناس قاعد يهاجم فينا ويقول لا 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 انت كده التحليل ده فلت منك يا احمد يا عبدالهادي لا مفيش حاجة بتفلت مننا نهائي لان احنا بنرصد ما خلف الاحداث يا جماعة يعني ممكن يكون ظاهر للعيان كده انه هناك هزيمة للطرف الفلاني لكن الحقيقة لا ده مش هزيمة انا من الممكن مكاسب غير عادية زي دول الاتحاد الاوروبا التي فرضت العقوبات على روسيا والحقيقة ان هي فرضت العقوبات على نفسها لانها لم تدرس تدعيات هذا القرار والكلام ده احنا كشفنا السطار عنه منذ اليوم الاول اجتياح روسيا الاوكرانيا وقلنا بالحرف الواحد الطرف الوحيد اللي هيكسم فلادمير بوتين مش اوروبا مش الثلاثين دولة ليه فلادمير بوتين مش غبي دارس كل حاجة عارف كويس جدا هو بيعمل ايه فاكرنا حضراتكم حتة البيان الزغنطوط اللي قبل الزيارة اللي نشر على حياء في بعض وسائل الاعلام وجبنا لحضراتكم صورة منه في الحلقة السابقة وزارة الخارجية الصينية قالت ان هي توصلت مع الولايات المتحدة الامريكية ونسقت لهذه الزيارة ونؤكد على ان امريكا تلتزم بما تم الاتفاق عليه ايه بقى ساعدتك اتفاق ايه وتتفاتوا على ايه ليس كل ما يحدث يعلن هكذا في عالم السياسة ونظرا لان احنا شرفنا برئاسة حزب شباب مصر طوال السنوات الماضية ومارسنا السياسة على المستوى المحلي والمستوى الاقليمي والمستوى الدولي وتباحثنا مع الكثير من قيادات العالم بهذا الخصوص فاحنا عارفين ان السياسة بشكلها المباشر حاجة والسياسة بشكلها غير المباشر شيء آخر سيادتك ما تتوقفش عند اطر السياسة المباشرة فقط انت توقف ما خلف الاحداث حلل كل جزئية ده بقى كعلامي بالاضافة الى الشغل السياسي حلل كل حاجة ما تتوقفش عند التصريحات المباشرة التصريح والبيان بتاع وزارة الخارجية الصينية الذي تم الاعلان عنه واتهضم يعني محدش خد باله منه في اطار الزيارة ومتبعيتها والكلام ده كله دولة الصين آلت نتمنى التزام الولايات المتحدة الامريكية بعد طبعا الاتفاق للتنسيق من اجل هذه الزيارة تم الاتفاق وانا تمنى من الولايات المتحدة الامريكية ان هي تلتزم بأطر ما تم الاتفاق علي ده خبر اتحط في النص ومحدش خد باله منه هو ده اللي بيؤكد صدق وجهة نظرنا يعني جريدة الواشنطن البسطة ايضا بتقول ان نانسي بيلوسي تصرفت بشكل غير حكيم حيث اصبح من الصعب عليها تغيير الخطط دون الاضرار بسمعتها ووضعت جو بايدن في موقف حارج نتائج الزيارة بتاعت نانسي بيلوسي ارتدت على الولايات المتحدة الامريكية وما عديتش تقدر تغير الخطط بتاعتها وبالتالي وضعت بايدن في موقف حارج الله مش بعض الناس بتقول ان الولايات المتحدة الامريكية هي اللي كسبت لا ساعدتك رجع تقرير الواشنطن بوست اللي قال ايضا سيكون من الافضل ان يقوم جو بايدن باخبار نانسي بيلوسي وجها لوجهه شخصيا وبلا لبس ان هذا الفعل مرفوض هذه الزيارة مرفوضة ليس عدتك انت اديت دولة الصينة المبررات الكبرى لفرض تطويق وفرض ارادتها وسيطرتها على المستوى العسكري على تايوان والمياه الاقليمية المحيطة بتايوان وعلى مضيق تايوان وبدأت تتحكم في حاجات كتيرة جدا الآن وبسبب تصرف نانسي بيلوسي ستضطر ادارة جو بايدن للرد واتخاذ مواقف اخرى ده اللي قالته جريدة الواشنطن بوست حضراتكم وده بيؤكد صدق وجهة نظرنا وتحليلنا عكس كل ما نشر على السوشيال ميديا عكس ما نشرته كل الفضائيات بلا استثناء قلنا لأ الصن هي اللي كسبت على الرغم من ان احنا تنفخنا بتعليقات وهجوم ما بتفهموش يلي صفتكم يلي نعادكم يا ولد ستين في تسعين ستين وتسعين ده يعني خمس تلاف وربعمية بتسوي خمس تلاف وربعمية هو ليس ستين في تسعين ما عرفش ورحمة ننت ما عرف انا لو كنت هعرف هقول هما المصريين بيقولوا كده ده ابن ستين في تسعين بتقال على سبيل الاستحسان وتقال ايضا على سبيل الشتيمة يعني انت لو قلت الواحد يا ده انت ابن ستين في تسعين يخرب شرطك انت عملتها ازاي ده استحسان انك انت متش مصدق واحد تاني يقول ايه انت انت مصدق كلام الراجل ده ده ابن ستين في تسعين يا عم الحج يعني معنى ذلك ده اساسا بيشتمو فاحنا تقال انه احنا ولاد ستين في تسعين على سبيل الاستحسان وعلى سبيل ها 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 وعلى سبيل الهجوم شكرا لمتابعتكم